اهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن اسباب خروج مخاطئ بدون براز هناك العديد من الاسباب التي ينتج عنها الاصابة بهذا العرض المزعج وتتمثل فيه التهابات فتحة الشراج العدوى البكتيرية الناتجة من الاتصال الجنسي الشقوق الجراحية البكتيريا الالتهابية والبواسير اضطرابات حدة في القولون وعلى ذلك فإن المادة المخاطية قد تخرج مع البراز أيضا وتكون صفراء اللون أو بلون مشابه للون البراز نفسه وفي حالات تخرج بعد التبرز منفردة فتكشف عن أحد الأمراض التي سبق التحدث عنها وتصاحبها آلام حدة مثل آلام المعدة إسهال مزمن إمساك شديد الشعور بالانتفاخات وفي العادة إن كان السبب وراء هذا العراد هو القولون فلا يخرج المخاط أثناء النوم أما إن خرج في ذلك الوقت فيرجع السبب في ذلك إلى التهاب البواسير أو شرخ أو التهابات فتحة الشراج وتتزامن تلك الأعراض مع آلام في المنطقة المصابة أو يخرج معه دم في بعض الحالات عليك أن تتوخى الحذار إذ تكون تلك الإفرازات المخاطية مؤشرا خطيرا على سرطان الشراج وذلك على الرغم من كونه من أقل الحالات شيوعا كما ربما يكون علامة على الإصابة بسرطان القولون وهو نوع من أنواع السرطانات التي تصيب الخلايا الحرش فيها وفي حالات أخرى يكون ناتجا من ورم غدي كسرطان الجلد أو ورم شبابي حميد أعراض خروج المخاط دون براز اتساخ الملابس الداخلية رغبة الإنسان المتكررة في التبرز الشعور برطوبة دائمة حول فتحة الشراج آلام حدى ومستمرة في تلك المنطقة حكة دائمة في بعض الحالات يتعرض المريض إلى الإصابة بنزيف من الفرج وجود رائحة كرهة ناتجة من انتشار البكتيريا في تلك المنطقة علاج خروج مخاط بدون براز إذا كان المخاط ناتجا من عدوى جنسية أو بكتيرية فيكون العلاج من خلال المضادات الحيوية والتي يمكن استخدامها دون استشارة الطبيب من أجل القضاء على البكتيريا المعدية يشمل العلاج في جميع الحالات البعد عن تناول الوجبات غير الصحية وكذلك الالتزام بتناول الأطعم الغنية بالألياف والمعادن وتجنب الأكلات الحرة والحرص على ممارسة التمارين الرياضية لمنطقة الحوض وذلك إن كان الإفراز ناتجا عن مشكلات عصبية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تطبعونا على السوشيال ميديا إنستجرام، فيسبوك، وتويتر ترجمة نانسي قنقر